أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات تنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مصارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية بالقرة لإرساء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية بافتتاح فعليات منطقة الأعمال المصري الرواندي والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقا لرؤية مصر 2030 شكرا